من الأسباب المباشرة اللي لها علاقة بعدم استجابة الجسم البرامج الرجيم يعني فيه ناس بتبقى عاملة كل حاجة عليها موعد أكل وكميات وأصناف وما بيخصوش بشكل كويس بنقول الدم الحمضي أو حموضة الدم قد تمنع نزول الوزن يعني ايه الكلام ده بنقول دم الإنسان الطبيعي المفروض بيبقى متعادل أو نيوترل يعني الأسد بيز بالانس بتاعت الدم تبقى متوازنة شوي يعني الكلام مش عايزوني يبقى علمي المفروض الدم بيميل لدرجة قلوية أو رمز الهيدروجين المفروض يعني 7.3 من 10 ل7.4 من 10 فيه بعض الناس مع التوتر والقلق والعصبية والوجبات السريعة والمياه الغازية والحاجات اللي هي مصنعة للأسف الدم بيميل أكثر إلى الحمضية أو بنسميها حموضة الدم وبالتالي استجابة الجسم لبرامج الضيط ما بيبقاش زي الناس اللي عندهم أو الوسط الدموي أو الوسط القاعدي للدم عندهم يميل إلى القلوية أو يميل إلى التعادل شوية في بعض الأكلات والمشروبات اللي ليها علاقة مباشرة بأن الدم يبقى متعادل ببساطة جداً الناس اللي بتشرب مياه بشكل مباشر أو بشكل متعادل أو بشكل يعني بيدي الجسم احتياجاته دول أكثر بيبقى عندهم الدم بيبقى قلوي وبالتالي قدرة الجسم على الحرقة واستجابة البرامج التخصيص تبقى عالية جداً الناس اللي بنقعد نقول لهم الصلطة الخضرة أو ما بيحبوش أنا محبش طبق الصلطة الخضرة الجرجير والبقدونس والشبت والكرفس والخيار والطماطم والفلفل من أكثر الحاجات اللي بتخلي الوسط بتاع الدم يميل إلى القلوية الكرومب والأرنبيت والبروكلي من أكثر الحاجات اللي بتخلي الدم قلوي كل الحاجات اللي هي ليها علاقة بيه الحبوب الكاملة الشعير والحب زور الكنوة والحبوب الكاملة زي الأمح من أكثر الحاجات اللي بتخلي الدم قلوي التوازن الغذائي الناس اللي هما بيجوع نفسهم فترات طويلة من أكثر الناس اللي بيتمتعوا بدم حمضي المنظومة الغذائية بشكل عام اللي هي بتخليه نطول الوقت يعني بيكل بموعيد سابتة وبشرب كميات سواء المناسبة الجسمي من أكثر الحاجات اللي بتخلي الدم بتاع قلوي فأنا في نهاية الفيديو عايز بس واسطة الرسالة إن الرجيمات اللي هي القاسية الرجيمات العنيدة منع الأكل الحرمان الشديد جداً الأدوية للناس اللي بتاخد أدوية بشكل مبلغ فيه أو مفرط فيه من أكثر الحاجات اللي بتخلي الجسم يميل إلى الحموضة وبالتالي استجابته لبرامج الرجيم ما بتبقاش قد كده الناس العصبية واللي بتنرفزوا ولقل سبب الناس اللي هما بيصوروني وعندهم مشاكل دائماً عصبيين ياريت على قد ما نقدر نقلل العصبية بتاعتنا والتبطر لنا ده طبعاً بيخلي الدم حمضي وبالتالي استجابته لبرامج الرجيم ما بتبقاش قد كده وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات تانية وإن شاء الله معلومات تانية كتير تهمكم شكراً